السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ثم أما بعد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه وقائدا لنا إلى جناته ورضوانه فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب وأسأله عز وجل أن يرفع عن الأمة الغمة والبلاء وأن يرفع هذا البوباء بمنه وكرمه وجوده وفضله وإحسانه وهو على كل شيء قدير وأن يجعل من ورائه عافية وصحة وخيرا عميما فإن ربي سميع مجيب أيها الإخوة الأكارم يتجددوا معكم هذا المجلس القرآني الذي نقف من خلاله على آيات كريمات من كتاب ربنا عز وجل ونحن في شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وألتقي بكم من مهبط الوحي مكة شرفها الله من جوار الكعبة الشريفة هذه الأرض الحرام التي اصطفاها الله أختارها لتكون مهبطاً في وحيه جل جلاله وما نقف معه من آيات القرآن هي تلك السورة العظيمة سورة العلق التي كان صدرها أول رحمة أنعم الله عز وجل بها على العباد فهي أول ما نزل على النبي الخاتم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ومما أذكر به وينبغي أن نتذكره على الدوام كلما أقبلنا على هذا القرآن قراءة ومدارسة متدبرة وكلما تذكرنا حاجتنا إلى القرآن فينبغي أن نتذكر أن القرآن روح وأن القرآن نور فالقرآن روح به تحيا هذه الأجساد وبه يكون الإنسان حيا أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس فالقرآن روح فبه يكون الإنسان حيا وبدونه يكون الإنسان ميتاً والقرآن نور به يبصر الإنسان طريقه وبه يجد الإنسان يدرك به حقائق ما في الأشياء من المنافع والمضار فهذه قضية أحسب أنها من الأهمية أن تكون محل التذكر كلما أقبلنا على هذا الكتاب وكلما سمعنا تال للقرآن وكلما اشتاقت نفوسنا لهذا الكتاب العظيم وبل حتى نحفز هذه النفوس للإقبال على القرآن على الدوام تلاوة وقراءة وتدبّر أن نتذكر أن القرآن روح وأن القرآن نور والإنسان لا يستغني عن الروح ولا عن النور وما نقف عليه من آياته هذه السورة هو قول الله عز وجل أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى قلنا في مجالسنا الماضية أن هذه السورة عرضت في مقطعها الأول وهي الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بغار حراء عرضت لنا صورة العبد الذي يتلقى هذا الهدى من ربه عز وجل وأنه يقبل ذلك الهدى فكانت هذه الصورة الأولى صورة المهتدي المتلقي لهدى الله القابل لذلك الهدى ثم عرضت صورة ثانية لمن أعرض عن هذا الهدى ولمن لم يقبل هذا الهدى ولمن أصر على أن يبقى في الظلال والظلمة والجهل كلا إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى إن إلى ربك الرجع فهذه الصورة الثانية في مقابل الصورة الأولى صورة المتلقي القابل والثانية صورة المتلقي المعرض عدم القابل أما الصورة الثالثة فتذكر ميدان التلاقي للصورة الأولى مع الصورة الثانية التلاقي بين من قبل الحق وخضع للحق وبين من لم يقبل الحق وأصر أن يبقى على ما هو فيه من الجهل والضلال وهنا تعرض صورة هذا التلاقي في إحدى نماذجها وهو النموذج الأعلى عندما يكون ذاك التلاقي أدى إلى ذاك الصراع وتلك الحالة التي تذكرها هذه الآيات وإن استعراضنا لكتاب الله نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مقصوده أن يبقى هذا المعرض في إعراضه ولا أن يبقى هذا المعرض في شدة غلوائه وعناده بل كان صلى الله عليه وسلم يسلك كل الطرق رغبة في أن ينقله من مكانه الذي هو فيه ليقبل الحق وما ترتب على ذلك من صبر ومن حلم ومن رحمة فكان صلى الله عليه وسلم من صور رحمته تلك الدعوات الكريمات التي كان يرفعها لربه عز وجل من عند البيت ومن بين الركنين ويترك بيته وداره في جوف الليل ويأتي بيت ربه ويدعو الله عز وجل أن يهدي قومه أن يهدي هؤلاء الذين عارضوا الحق والذين لم يقبلوا الحق فلذلك إن كانت هذه صورة مثلت ذاك الصراع في أوجي حالته فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان دوره وعمله كيف يستطيع أن ينقل هذا الإنسان المتشنج الذي أخذ هذا الطريق في الغلواء وفي شدة المنازعة والمنازلة أن يأخذه إلى الهدى والحق وكان القرآن الكريم يوجه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله وما من شك أن النظر في هذا الباب نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام حقق نجاحا كبيرا في هذا الباب وذلك عندما نجد أن فئام من هؤلاء الذين نازلوا النبي صلى الله عليه وسلم في أول مراحل دعوته أنهم قبلوا وخضعوا للحق ودخلوا في الحق وأصبحوا جندا للحق ونجد من أعلى الصور في ذلك صورة الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه ثم أيضا نجد كيف استطاع أن يخفف الأمر إن لم يكن ذاك القبول التام فلا أقل من تخفيف الغلواء من حدة الصراع وهذا تحقق أيضا في نماذج كانت لي عدد من وجهائه قريش وهذا كان فعله صلى الله عليه وسلم فإذن هذه الصورة التي بين أيدينا الآن وهذا الموقف ويعرض واحدة من تلك النماذج حتى لا نظن أن منازلة النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه كلها أخذت هذا البعد وأنه فعلا واجه هذا هذا النزال بواجهه بمنازلة الدعوة والسعي في إصلاحهم وإرجاعهم إلى الحق وكيف أيضا نجد أن القرآن العظيم يعرض تلك الصورة العظيمة ومن هنا كما قلنا أيضا في أول مجالسنا أن القرآن الكريم يمثل المرجع الأصل والأساس لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أبدا إذا أردنا دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغفل عن القرآن فإن القرآن عرض لتلك الصورة المشرقة التي سارت على هدي الله واتبعت هذا الهدى وخضعت له وأن القرآن سطر أحداثا عظيمة جليلة لتلك السيرة النبوية فكانت آيات تتلى بهذا القرآن العظيم فوقفنا في مجلسنا الماضي مع آيتين من هذه الصورة الثالثة صورة المنازلة وبين قابل الحق والمعرض عن الحق فوقفنا مع قول الله عز وجل أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ونقف اليوم مع أيضا آيتين وهي قول الله عز وجل أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى إذن هذا الذي ينهى ينهى رجلا تمثل بثلاثة أمور أما الأمر الأول فهو أنه عبد مصلي عبد مصلي وأن النهي واقع على هذين الوصفين العظيمين الوصف الأول أنه عبد لله فهذا الذي ينهى ينهى عبدا أفرد الله عز وجل بالعبودية ولم يشرك معه أحدا فهو ينهاه عن قيامه بحق الله الأعظم ينهاه عن أن يكون عبدا لله عز وجل وحده ويريده أن يكون مثله عبدا لهذه يجمع بين أن يدعي أنه عبد لله وأيضا هو عبد لتلك الأوثان والأصنام فهو لا يرضى ولا يقبل ولا يحب أن يرى ولا يحب أن ينتشر في الناس أن يكون الناس عبيدا لله عز وجل وحده فلذلك هو ينهى ثم أيضا أن ذاك العبد أعلن هذه العبودية في أعظم شعائرها وهي الصلاة وكما قلت أن البيت إنما بني لأجل عبادة الله وحده وأن السكن الإبراهيمية عند البيت لذريته إنما هي من أجل الصلاة فالبيت بني لأجل أن يعبد الله وحده والسكن من أجل أن تقيم الذرية الصلاة عند هذا البيت فالصلاة هي المظهر الأعظم لهذه العبودية في بعدها العمل العبادي والصلاة أيضا إذا نظرنا إلى أركان الإسلام العظام فإن الإنسان ينطق بالشهادتين ولكن ما هو العمل الذي يدل على أنه قائم بحق الشهادتين ما هو العمل المعبر على الدوام أنه منتمن إلى الشهادتين منتمن إلى هذا الدين الإسلام فإن الحج مرة في العام وإن الصيام قد لا يطلع عليه الناس والزكاة لا تلزم الفقير ولكن نجد أن الصلاة التي هي واجبة على الإنسان بل يكلف بأدائها ويوجه للقيام بها من يوم أن يصل إلى سن السابعة من عمره ويظل مأمورا بها حتى ولو كان مريضا على فراشه ويظل مأمورا بها حتى في وقت الشدائد والبلاء حتى ولو كان في وقت منازلة عدوه وخصمه في أرض المعركة فلما كانت الصلاة بهذه الكيفية كانت هي المظهر حقيقة الأساس الذي يعبر عن انتماء هذا الإنسان لهذا الدين لذلك رفع قدرها ولذلك جاء الخبر في كتاب الله جل جلاله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء الخبر بالإشادة بهذه الشعيرة العظيمة وأنزلت المنزلة التي تليق بها في منظومة الأوامر الربانية والشعائر العبادية فهذه الصلاة فإذن هو ينهى هذا الإنسان الموصوف بهذين الوصفين ثم يقول الله عز وجل أرأيت إن كان على الهدى أي أرأيت إن كان هذا المنهي على الهدى ولاحظوا هنا إن كان إن كان على الهدى على تفيد التمكن وتفيد الاستعلاء فإن هذا الإنسان واضع قدمه في طريق الهدى بتمكن وأنه سالك هذا الطريق بتمكن وهذا ما أفاده حرف الجر على الذي أعطى الإفادة بأن هذا المنهي متمكن من طريق الهدى أما كلمة الهدى هذه الكلمة العظيمة التي تكرر ذكرها في القرآن كثيرا حتى بلغ عدد ورودها في كتاب الله عز وجل كلمة هدى بكل اشتقاقاتها سواء الفعلية أو الإسمية ورد ذلك في كتاب الله عز وجل ثلاثمائة واثنتا عشرة مرة نجد أن هذا العدد الكبير من ورود هذه الكلمة باشتقاقاتها الفعلية والإسمية أنه ورد في السور المكية وفي السور المدنية فورد في ستين سورة من سور القرآن إحدى وأربعين سورة مكية وتسعة عشر سورة مدنية ورد فيها الاشتقاق لكلمة الهدى ونجد أن ورود هذه الكلمة في القرآن المكي تقريبا ضعفة ورودها في القرآن المدني يعطي دلالة على أن كلمة الهدى كلمة من الكليات ومن الأساسيات التي يقوم عليها هذا الدين وكلماته ومصطلحاته كلمة الهدى الهدى هنا أيضا قال أرأيت إن كان على الهدى بالألف واللام التي تعني هنا الاستغراق كان على الهدى الاستغراق الذي هو أنه على الهدى الجامع لكل أنواع الهدى سواء ما يتعلق بالتصورات وسواء ما يتعلق بالأقوال وسواء ما يتعلق بالأعمال فهو على الهدى الجامعي لذلك كله وأيضا على الهدى باعتبار أنه هو منقاد لهذا الهدى فهو على الهدى كطريق وأن الطريق الذي هو عليه أنه مكتمل فيه كل الهدى والثاني أنه هو خاضع لهذا الهدى لهذا الهدى كله فالهدى الذي اختاره والذي سار عليه له صفة الاستغراق لكل أنواع الهدى وهذا الذي نهي أنه متبع لهذا الهدى في كل ما جاء فيه فإذن هو وصف كمال للجهتين وصف كمال للهدى أن فيه الهدى كله لأجل الألف واللام التي تعني الاستغراق وأيضا ثناء على هذا السالك طريق الهدى أنه متبع لكل ما جاء في هذا الهدى لكل ما جاء في هذا الهدى وكلمة الهدى كلمة عظيمة نحورية في كتاب الله عز وجل لأن الهدى إن نظرنا إن نظرنا إلى معنى الهدى في كتاب الله من خلال تلك الآيات الكثيرة التي ورد فيها تلك الكلمة فإننا نجد أن الهدى في كتاب الله ورد وينقسم إلى قسمين أما الأول فهو نوع قائم على الدلالة الموصلة إلى المطلوب الدلالة الموصلة إلى المطلوب والنوع الثاني الدلالة على الطريق الموصل إلى المطلوب إذن إما نوع هو دلالة تأخذ بالإنسان حتى توصله إلى غايته وهذه هي دلالة التوفيق وهي التي جعلها الله عز وجل له وما أعطاها لأحد من خلقه ومن أمثلة هذا النوع قول الله عز وجل من يهدي الله فهو المهتدي فإذن هي دلالة ستوصله إلى الغاية فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له سبيلا مرشدا إذن لن تجد له من يهديه ويدله إلى الحق والنوع الثاني الدلالة على الطريق الموصل إلى المطلوب وهذا ما جعله الله عز وجل في كتابه حيث قال عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وأيضا جعل الله ذلك في هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال عز وجل كما جاء في سورة طاها وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وكذلك بيت الله كما جاء في قول الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فإذن هذه تدل على الطريق الموصل إلى المطلوب وهي هداية الدلالة فإذن الهدى في كتاب الله عز وجل تبين أنه ينقسم إلى هذين القسمين العظيمين هداية التوفيق وهداية الدلالة فقوله أرأيت إن كان على الهدى فإن من كان على الهدى ينبغي أولا أن يقدر فعله وأن يثنى عليه وأن يعامل بأن يبقى على طريقه فإنه على الهدى والجانب الثاني أن من لم يكن على هذا الطريق أن يتبعه وأن يسير وفق ما سار وفق ما سار فإذن هذا المطلوب أما أن يكون التعامل أنه ينهى عن فعله مع أنه على الهدى فإذن هذا أمر يدل على عظم ما فعل ذاك الناهي حيث أنه نهى من أخذ بالهدى الكامل وطبق الهدى الكامل إذن هو اختار الهدى الكامل وطبق على نفسه الهدى الكامل وطبقه في كل أموره فإن هذا الأمر مما سيجعل الناظر يشنع ذاك الفعل من الناهي لمن نهاه أرأيت إن كان على الهدى وأيضا اتساع في وصف هذا المنهي فإن كان الأول وصف لفعل محدود في زمن محدود فإن الصلاة تأخذ جزءا من وقت الإنسان فجاء قوله أرأيت إن كان على الهدى أي أن ذاك الوصف السليم ليس فقط في أمر الصلاة بل هو في كل أموره في كل أموره فإذن هذا كما قلت يعطي دلالة أولا على شناعة منهاه والأمر الثاني يعطي الدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما بأمر هذه الشعيرة العظيمة التي هي الصلاة والأمر الثاني أنه لم تكن قضية صلاحه صلاح محدد في وقت محدد بل كان ذاك الصلاح يشمل كل أجزاء حياته صلى الله عليه وسلم يتبع في ذلك الهدى المستغرق لكل أنواع الهدى فهو يتبعه إذن قضيته قضية عمل سلامة عمل والأمر الثاني سلامة طريق ومنهج فالأول سلامة سلامة عمل والثاني سلامة طريق ومنهج ثم ينتقل إلى الأمر الثالث قال عز وجل أو أمر بالتقوى فإن ذاك المنهية جمع بين صلاح الذات سواء كان صلاح في عمل ظاهر أو صلاح في تزكية نفس وهي العبودية أو سلامة في منهج وهي على الهدى فإذا جمع بين سلامة العقل بسلامة المنهج وزكاء النفس بالعبودية وصلاح الجوارح بالصلاة إذن هذا كمال صلاح الذات فصلاح الذات في صلاح هذه الأمور الثلاثة صلاح الباطن هو الحفاظ على سلامة القلب التي هي سلامة الفطرة وتكميلها بالشرعة إذن هذه سلامة منهج ثم صلاح النفس بتزكيتها وهذا بإخضاعها لله عز وجل وأن تكون مريدة لعبادة الله وحده وأن تكون زكية بهذا الأمر فتحقق ذلك بالعبودية ثم صلاح الظاهر في أعظم شريعة لديمومتها لوجوبها على طول زمن بقاء الإنسان لا تنقطع عن الإنسان وهي الصلاة فإذن هذا صلاح الذات من جوانبه الثلاثة ثم ينتقل إلى ميدان آخر لهذا المنهي وهو أنه أن صلاحه ليس قاصر على صلاح ذاته بل متعد فهو ساع في إصلاح غيره وإدخاله في ذاك الصلاح الذي هو فيه ولذلك عبر عنه بقوله أو أمر بالتقوى فهو يأمر الناس بأن يدخلوا في ذلك الأمر والدخول هنا في ذلك الأمر عبر عنه بهذه الكلمة العظيمة التقوى التقوى وأيضا نجد أن هذه الكلمة كما أننا وجدنا أن الصلاة كثر ذكرها في القرآن وأن الهدى كثر ذكره في القرآن فكذلك نجد أن كلمة التقوى كثر ذكرها في القرآن فهذه الكلمة المشتقة من الفعل هدى هذا الفعل بمشتقاته ورد في القرآن العظيم مئتين واربعين مرة وجل تلك المواضع جاء بصيغة الفعل فصيغة الفعل جاءت في ما يقارب مئة وثمانية وستين مرة مئة مرة منها جاء بصيغة الفعل المضارع يهدي وهذا يعطي دلالة على أن هذا الفعل على أن قضية الهدى الأصل فيها قضية الفعل وقضية التفاعل معها وأنها تشمل طروف الزمان كلها فإذن كلمة التقوى تلك الكلمة العظيمة ولذلك كلمة التقوى نجدها في القرآن من خلال تتبع تلك المواطن أنها مذكورة مع العبادات وذكرها مع العبادات من حيث التأسيس أن تكون النية صادقة ومن حيث الفعل أن يكون منضبطا بضابط الشرع ومن حيث الغاية أن يكون موصل إلى غايته وهو إرادة وجه الله عز وجل ونجدها أيضا في المعاملات كذلك نجدها في المعاملات ابتداء في أن ينضبط ذاك العمل بالضابط الشرع حلا وحرما ثم في أثناء العمل إذا ما أدى وجود التقوى أن يختار العمل المرضي عنه في الشرع وأن يترك الأمر الذي لا يرضاه الشرع فيأتي أثرها بعد الاختيار في أن يحقق الإنسان العمل وفق ضوابطه ثم بعد أداء العمل وفق ضوابطه فنجد التقوى تحضر أيضا عند التعامل لتحافظ على حق كل الأطراف فلا يتعد أحد الأطراف على الآخر ثم عند النزاع المحافظة على الذمم فإذا نجدها في كل مراحل تلك العلاقة في المعاملات فإننا نجد أن التقوى حاضرة وآيات القرآن تدل على ذلك وإذا جئنا أيضا بالنسبة لي العقوبات والحدود والقصاص فنجد أن التقوى قضية حاضرة قضية حاضرة في من يقيم هذا الحد ومن يقام عليه الحد فتجد أن القضية حاضرة لكي يكون أداء كل ذلك يتجه نحو الصلاح لا نحو الفساد والإفساد ثم أيضا نجدها حاضرة في قضية الأخلاق بل إن حضور التقوى في قضية الأخلاق يمثل حضورا عظيما حيث أنها فعلا تمثل جوهر ولب تلك المصحوف الأخلاقية التي أمر الإنسان المسلم بها حيث أنها توجد من خلال تلك المصحوف وتبني في نفسه ذاك المعنى العظيم فتبني في نفسه التقدير والاحترام العميق لشرع الله عز وجل فتجد هذا المتقي يتعامل مع هذا الشرع بهذا الاحترام البالغ والتقدير والإجلال البالغ فإذا كانت التقوى بهذه المكانة إذن هي الخير كله ولذلك جاء التعبير عنها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أوصيك بتقوى الله فإنها رأس كل شيء ولذلك كانت هي وصيته صلى الله عليه وسلم سواء من استوصاه أو أن يكون المبادر منه صلى الله عليه وسلم بأن يوصي فنجد التقوى قضية حاضرة في وصيته بل إننا نجد أن القرآن يذكرنا بأن قضية التقوى قضية كذلك حاضرة في رسالات الأنبياء كلهم فإننا نجدهم كانوا يأمرون أقوامهم بالتقوى فلذلك التقوى حقيقة إذا تأملنا في مدلولها من خلال آيات القرآن فإننا نجدها أنها منبع ومجمع كل خير في هذا الإنسان ويخرج من هذا الإنسان فما رده إلى تلك الكلمة القرآنية العظيمة التقوى 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 إذا قامت في الإنسان قياما صحيحا وقياما على بنائه السليم ما الذي تنتج وماذا ستوجد عند هذا الإنسان التقوى ستقوم مقام المربي ومقام المعلم ومقام الواعظ وتقوم مقام الحارس والمراقب وتقوم مقام القاضي إذا وجدت التقوى فإنها ستؤدي دور هؤلاء كلهم بل وتؤدي دورا لا يطيقه هؤلاء كلهم مع الإنسان عندما توجد له في داخل نفسه حيث لا يرى الناس فتوجد في داخل نفسه تلك الرقابة تلك الرقابة للعليم الحكيم سبحانه وتعالى وتوجد في نفسه ذاك الانضباط لأمر الله عز وجل وتوجد في نفسه الرغبة الصادقة في أن يترقى في تلك المنازل وإذا غابت التقوى ما الذي سيكون الذي سيكون المغالبة المخادعة سيكون الاستكبار الاستئثار سيكون الحاجة إلى كثرة ما يأطر الناس من ضوابط ومن رقابة بشرية بينما لو وجدت التقوى لخففت في هذا الأمر الشيء الكثير تلك إذن هي التقوى التي ذكرت في القرآن فإذن القرآن هنا يذكر اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف إذن هو في ذاته عبد مصلي وفي منهجه متبع للهدى ومع غيره آمر بالتقوى فتلك أوصافه التي لأجلها قام هذا الناهي فنهى إذن ما أشنع ما أشنع فعل الناهي وما أخطر ما ما فعل وما أصدق ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من قيامه بتلك الأمور فلما كان قائما بتلك الأمور كيف كيف كان موقف الرب عز وجل معه في مواجهة هذا الناهي هذا ما نقف معه بإذن الله عندما نتدارس بقية الآيات في هذه السورة الكريمة سورة العلق فإذن عرض الآن النهي ثم الحالة التي كان عليها هذا المنهي والتي دلت على شرف وعلى قيام بحق فيا ترى بأي شيء سيعامل الله عز وجل هذين الطرفين الناهي والمنهي فإذن نقف مع ذلك في مجلسنا القادم وأسأل الله التوفيق والسداد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر